اشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب خطوة تعليمية دروس وامتحانات وتدير جامع ومشاركة صفحتنا على الفيسبوك خطوة تعليمية ابتدائي متوسط ثانوي هذا رح يشجعنا نقدم المزيد والمزيد السلام عليكم ان شاء الله تكونوا لبس ما زلنا كالعادة في سلسلة مراجعة الرياضيات الوضعيات الادماجية هذه الوضعية رقم 9 اذا ما شفتش الوضعيات السابقة روح شوفها ومع در واحد تبع معنا مش تكون معنا اجور خلينا نبدأ هذا الوضعية كما قلنا اول حاجة تديرها قبل ما تبدأ تحل ديريكت اول حاجة انه تقرأ الوضعيات تاعك جيدا خلينا نقرأها للمرة الاولى كما تفاهمنا في الوضعيات السابقة خلينا نقرأ المسافة بين منزل عمر والمدرسة 356 مترا يقطعها اربع مرات يوميا ما هي المسافة التي يقطعها عمر يوميا ركز معي مليح قلناها لمرة واحدة المرة الثانية انك تكتب المعطيات وترسمها قال لك المسافة بين منزل عمر والمدرسة هذا منزل عمر وهذه المدرسة المدرسة وهذا منزل عمر المسافة بين المنزل عمر والمدرسة هي 356 مترا متفقين قال لك يقطعها اربع مرات يوميا انت هذا المسافة يعاودها ربع مرات ما هي المسافة التي يقطع عمر يوميا وش فهمت انت باللي 356 متر يعاودها عمر اربع مرات تبع معايا ثلاثمائة وستة وخمسون متر ثلاثمائة وستة وخمسون متر يعاودها عمر اربع مرات في اليوم يروح ويولي لدارهم بعد يزيد يروح ويعاود يولي كي يقول لك يعاودها معانتها رح تديرها عملية ضرب يعاودها اربع مرات فهمتني ما عليش تبع معايا عندنا عملية ضرب نكتبوا لهنا المسافة التي يقطعها عمر يوميا هي ندروا العملية العمودية ندروا العملية العمودية طبعا ثلاثمائة وستة وخمسون في اربعة لازم تكون حافظ جدول الضرب اربعة في ستة اشهال اربعة وعشرين اظن انك رح تكتب الاربعة وتحتفظ بالاثنان اذا ما تعرفش تربعة في ستة اها اربعة في ستة كما وصيتك ربعة هذه ستة مرات تكتب ربعة ستة مرات وتجمعهم والنتيجة هذه هي النتيجة تحصل في الامتحان وتنسى عملية الضرب تلجأ للطريقة هذه ربعة ستة مرات ستة مرات وتبدأ تجمع ربعة زيادة ربعة ثمانية تزيد لها ربعة اثنى عشر وتزيد لها ربعة مش حال ستة عشر وتزيد لها ربعة عشرين وتزيد لها ربعة تعطيك أربعة وعشرين كما كتبنا دونك ربعة وتحتفظ بالاثنان وبعد تدير أربعة في خمسة عشرون وتزيد لها ثنين تعطيك ثنين وعشرين دونك تكتب الثنين وتحتفظ بالثنين هنا أربعة في ثلاثة ثنى عشر وثنين وثنين أربعة عشر طميم رح نكتبه هذه هي المسافة التي يقطعها عمر يوميا ألف واربعة ومائة واربعة وعشرون لنك انت رح تكتبها هنا ألف واربعة ومائة واربعة وعشرين وما تنساش الوحدة المتر الوحدة المتر الوحدة المتر وشنو؟ بعين المتر متافقين متمنى تكون فهمتني حبس الفيديو خبي الحل وبدأ حل في ورقة وحدك ومعدك تكمل أرواح شوف الحل وشوف رأك أك صحيح أم لا اوكي إذا جبتها غالطة زيد عودة حتى نجيبها صحيحة متافقين اوكي صحة بالتوفيق متنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليمية وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة أبوني ولا سبسكرايب متنسوش تاني زيب تكريك على هذا الجرس لماذا؟ بينا بش أي حاجة نحطوها تمارين، دروس، انتحانات، برامج، نصائح تصلك في الحين السلام عليكم اشتركوا في القناة